تطلق وزارة الداخلية يوم الأحد المقبل 11 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بتأشيرات والإقامات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستفادة منها في المؤسسات والدوائر الحكومية ووفقاً لتصريحات صحفية لوزير الداخلية فإن هذه الخدمات تأتي كجزء من خطة الحكومة في برنامج التحول الإلكتروني الرامي إلى تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة وضبط النفقات الحكومية وترشيدها إضافة إلى تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة